حزب الله شو بدي مفني ليه؟ حفز الله عنده هيكليته المستقلة أكد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي أن نائب تيمور جنبلاط خلال الساعات الماضية أنه لن يسمح لأحد بمحاصرة الجبل هذا الموقف أتى في وقت كثر الحديث عن محاولات حزب الله لتطويق جنبلاط في الجبل كما وصفها موقع أساس سابقا من هنا رأت صحيفة القدس العربي أن محاولة غزو الجبل ومحاصرة المختارة تتكرر سياسيا وانتخابيا رغم محاولات التنصل من هذا الحصار وبينما اعتبرت الصحيفة أن حزب الله يراهن على تقزيم كتلة جنبلاط وخطف عدد من المقاعد الدرزية في بيروت وشوف والبقاع الغروراشية حسب زعمها مستفيدا من عزوف رئيس سعد الحريري عن خوض الانتخابات لتشتيت الصوت الصني أكد الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر في حديث للجديد أن السيد ولي الجنبلات هو الذي فتح النار بشكل واضح على المقاومة وعلى حزب الله بسيل من التصريحات لم تتوقف حتى قبل الانتخابات وقبل الدخول في مرحة الانتخابات وبالتالي لا يلومن إلا نفسه بسبب هذه التصريحات وبالتالي عملية الانتخاب هي عملية سياسية ديمقراطية مشروعة وكل جهة سياسية لديها حلفاء تخوض هذه الانتخابات بدعم حلفائها سواء كانوا من الدروز أو كانوا من غير الدروز كانوا من السنة أو من غير السنة وهذا أمر طبيعي كما هو الأمر الحاصل في البيئة الشيعية عندما يترشح أشخاص على لوائح مع خصوم واضحين لحزب الله وبالتالي ما يرمي به جمعات الآخرين ممكن أيضا أن يكون هو محل اتهام من قبل آخرين له بأنه يعمل على إلغاء أشخاص أو يعمل على إلغاء جهات هذا تشتت يجعل الانتخابات بحسب القدس العربي غير محسومة بالنسبة إلى مقعد كل من فايصل الصايق ومروان حمادي ووائل أبو فعور بعدما آل المقعد الدرزي في حصبية من أنور الخليل إلى مروان خير الدين الذي سيكون عضوا على كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بره وبموافقة من الأمير طلال إرسلان ووليد جنبلات أزمة جنبلات تبدو واضحة أكثر بلحظ نتائج عملية الانتخابات في دورة 2018 حين كانت المعركة شبه محتدمة إلى درجة بعيدة جدا وكاد أن يفلت الأمر من زمامه بالنسبة إليه بعدما كان مقعد النائب مروان حمادي حينذاك مهددا بالخسارة لصالح ويام وهاب اليوم بعد أربع سنوات طبعا الوزير السابق بيام وهاب مع حليفه الأساسي ورئيس اللائحة الأمير طلال إرسلان وبالتحالف مع التيار الوطني الحر ربما سيكون لهم الحظوظ أكثر في هذه المرة بحسب بعض التصريحات أو بحسب بعض الأحصاءات مما يشكل خطرا على دائرة الشوف الانتخابية عرين جملات لذلك بدأ يطلق نوع من التصريحات التي فيها حث للعصبية الدرزية بأن هناك هجوما ما يقوده حزب الله لتغيير هوية الجهة وفي وقت يعاول الجميع على أصوات المقترعين تبرز فرضية التفاف الدروس حول المختارة لرفض إعادة الساعة إلى الوراء بحسب القدس العربي التي تساءلت عما إذا كان ذلك سيطلق مع موجة مسيحية سنية في صناديق الاقتراع تخالف توقعات حزب الممانعة وتفاجئه في بيئته الشيعية من خلال الأصوات التي تتمرد على تحذيراته وفق الصحيفة ومقابل تأكيد أبو فعور على أن أصوات الأحرار ستفشل محاولات حصار المختارة مهما حاكوا من دسائس في الصفارة السورية مع أحزاب الممانعة حسب زعمه شدد عبد الساتر على أن الشيعية ليس هناك تمرد الديمقراطية والقانون يكفل للجميع أن يترشح في أي مكان يريد والطائفة الشيعية ليست استثناء المعلوم أن اللوائح ليست كثيرة في بعض البيئة الشيعية صحيح لكن هذا الأمر ناتج عن أن هناك إجماعا لدى الجمهور الشيعي أو الناخب الشيعي من أن هذا التحالف القائم بين حزب الله وحركة أمل تحالف قوي ومتماسك وله أكثرية وازنة جدا في البيئة الشيعية وبالتالي أي محاولة للاختراق سوف تصطدم بعدم إقبال الناخبين على أن يصوتوا لهذه اللوائح التي تكون منافسة لحزب الله وحركة أمل مختلفة